باستخدام المنشفة انتحار متهم بالانتماء إلى داعش في السجن فينا قبل ساعات من ترحيله والموضوع ده متعلق بالجماعة أو الخلية الإرهابية اللي كانت بتخطط لعمليات تفجيرية في كنيسة سانتشتيفن أو كنيسة اللي في الحي الأول وقبض عليهم ولكن هم أربع أشخاص وتم قرار أو تخذ قرار وفي كولوليا في ألمانيا أيضا كان في علاقات بينهم الأربعة وفي بتاع النمسا دواء كان ممسوك وكان بيعد في سجن انفرادي لحين عملية تم ترحيله وكان يمكن تخذ قرار ترحيله بالأمسة قريبا أو النهاردة الصبح وقام بشنق نفسه ودخله عشان ياخده يرحله لأوه قصة نعم صحيح هذا الكلام يعني مع الأسف أن نسمع هذا الخبر بغض النظر من هو الضحية أن هذه عملية الانتحار التي حصلت بصراحة يعني أنا أشكك بصراحة في بعض المعلومات التي خرجت من النمسا ومن الشرطة وكذا هذا النوضوع أعتقد أنه يحتاج إلى تحقيق تحقيق واضح إثباتات حقيقية ماذا حصل في هذا السجن يعني شخص متهم ولم يثبت اتهامه ماشي لم يثبت الاتهام عليه لم يثبت الاتهام وهو سيرحل لماذا ينتحر برأيك أستاذ مدوه هل هو يخشى على أنه سيحصل له شيء في روسيا مثلا أو في داغستان أو إلى المنتقل التي سيرحل إليها بصراحة هذا الموضوع أعتقد أنه يوجد الكثير وراءه ويوجد شيء لربما السلطات أخفته أو لربما تم تصفية هذا الشخص أو لربما بصراحة هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى تحقيق مستقل ويعني شخص كان سيفرج عنه يعني ماذا ترحيله سيفرج عنه يعني لن يحاكم بالإرهاب ولا يحاكم لأنه لو أنه مدان بأي شيء له علاقة بالإرهاب في النمسا النمسا سيفحكمه وسيجرن إلى النمسا لا بس هما بين سبوله أنه هو أحد أعضاء متهم الدولة الإسلامية في خرسان متهم يا سيد الكريم متهم هو متهم وقالوا أن وجوده خطر على المجتمع النمساوي ولكن لم يدان ولم يوجد أي دليل على أنه كان يريد إجراء أو تفجير أو عمل أي عمل إرهابي إن كان في ألمانيا أو في فيينا لأنه لو كان يوجد عليه شيء سيحاكم لهم ملقوش الأدوات وبالتالي لم يثبت عليه يوجد معلومات استخباراتية تقول أن هؤلاء كانوا يخططون ولكن لم يثبت عليهم وبالتالي المجرم بريء حتى تثبت إدانته وعندما لا يكون هناك أدلة فبالتالي هو لا يوجد عليه أي اتهام أي شيء يدينه فبالتالي كان سيأخذ بكل هدوء إلى الطائرة وسيرحل إلى الدولة التي سيرحل ويمكن يكون عنده مشاكل مع دولته لا ربما ممكن يعني هو كان عارف أنه كده كده ميت أنت تقول ممكن وأنا أقول ممكن ولكن سوفش سيد الكريم لو كان عنده مشاكل كانت هذه المعلومات خرجت إلى الإعلام وكان من حقه تقديم اللجوء تقديم اللجوء ولا يحق إلى النمسا ترحيله إلى دولة لربما سيحاكم بها بتهمها الله أعلى خاصة كانت سياسية على سبيل المثال بس أنت هل تعتقد النمسا بتلك لمثل هذه الحالات أعتقد حتى لو نعم طب على إي أساس أعتقد على أنه بصراحة عندما نجد من يقتحم مبنى المخابرات النمساوي وصراحة يصادر منه ملفات ويأخذ منه أمور بصراحة كل شيء ممكن وكل شيء قابل لأن يحصل فبالتالي أعتقد أن هذا الملف تحديدا وهذه النقطة النمسا مطلوب منها شفافية أكبر في كيف يعني كيف انتحر هذا الشخص يعني أقول لك دخل الأو مشنوع والله يقال هذا كلام هذا الكلام يقال ولكن لماذا أنا وأنت مطرين بالتصديق أوكي الشرطة النمساوية صادقة وعلى العين ثم الرئيس ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى رواية كاملة لهذه القصة أعتقد بيوم من الأيام بيوم من الأيام صادقة أكيد